الله معكم بخصوص الاوضاع باوكرانيا للساعة سبعة ونصف مساءا بتوقيت لبنان لنهار خمسة عشر حزيران يونيو الفان وثلاثة عشرين الوضع على الجبهة كتير في ضغط قوي من القوات الاوكرانية راح بلش من بخموت متمنى تتبعوا الفيديو حتى النهي اللي عم مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة ولا تنسوا طبعا تعملوا لايك وتحطوا اي سؤال لقالكم بالتعليقات ولا تنسوا موضوع الدعم المادي للقناة طبعا موجودة التفاصيل بالوصف طبعا الفيديو راح نبلش ببخموت تحديدا من الجهة الشمالية شمال سوليدار بعد القوات الاوكرانية عم تمارس ضغط لليوم الثاني على التوالي من روزدوريفكا وفاسيوكيفكا عم تضغط القوات الاوكرانية بشكل كثيف مشات مدرعات مركبات مصفحة بشكل كثيف يعني عم بيكون الضغط اوي وعم بيكون شامل ايضا هل هو الضغط الكثيف للقوات الاوكرانية دفع القوات الروسية تجيب احتياطات وتجيب قوات من بيروسكويفكا بالمنطقة هون وتنقلها الى جواهات خطوط التماث مع روزدوريفكا وفاسيوكيفكا طبعا الروس عم يجربوا يتصدوا بكامل طاقتا للهجوم الاوكراني ولكن حتى اللحظة ما في اي معلومات عن اي تقدم اوكراني بمحور شمال سوليدار بنفس الوقت القوات الاوكرانية عم تجربة هاجم من تجاه أوريخوفو وفاسيليفكا وبالتجاه من كيفكا بالمنطقة هون باتجاه زاريزيانسكي عم تهجم بشكل شرس عبر الالوية المتوفرة والمنطقة هون ولكن ايضا في خط دفاعي للقوات الروسية عم بيصدها الهجمات ايضا الاوكراني ما وقفت هجماتهم ولا لحظة باتجاه شمال بخموت المديني تحديدا بيرخيفكا وياهيدني عم بتسعى بكامل قوتها للهجوم باتجاه والسيطرة على المنطقة هون والوصول متل ما قلنا الى هذا الطريق للدخول الى بخموت او ربما للاتجاه لاحقا واعاقة الكوات الروسية بشمال بخموت باتجاه سوليدار طبعا القوات الروسية محافظة على خط دفاع كتير قوي ومتين بالمنطقة هون اللواء ميتان عم بيستشرس بالكتير مثل ما بيقولوا الفوج دي شايفينه هون هو الفوج الف وتلتمية وسبعة هو تعبئة من احدى المناطق البعض طلب مني يحكي ليش ما بيحكي عن التشكيلات الروسية هون سبقوا حكي عنهم فالهيك بتمنى دايما انتراجعوا الفيديويات قبل ما حدا يكتب اي تعليق او يسأل اي سؤال لانو بكون الفيديوات مترابطة بعضا فالذلك هده الفوج الف وتلتمية وسبعة كان تعبئة اتعرض من فترة لناكسي اتدخلت وحدات واغنر وسيطرت على الموقف مع اللواء ميتان رجعن سحبة واغنر وبقوا الفوج هيدا واللواء هيدا منتناسكين بالمنطقة هون حكيتكن انو كيف ممكن اللواء الاوكرانية عم تسعى لخر الخط والاتجاه باتجاه هيدنى ونفس الوقت الخرج بهيدا الطريق والاتجاه الى بخمط طبعا من نفسها ممكن تتجاه الى سوليدار ممكن تتجاه الى يعني منطقة سوليدار عبر عدة اتجاهات وتضغط على القوات الروسية وتنتشر وتتفشى اذا بنسمى التعبير الصح فلذلك القوات الروسية عم بتجربة تحافظ على خط صمود قوي بين المنطقة هون بالجناح الشمالي لبخمط وبقرب مدينة بخمط شمالا بمحيط بخمط يعني بالجناح الجنوبي تحديدا عم بتستمر المحاولات الاوكرانية عبر اللواء الخامس والثالث والفوج الثالث من ازوف محاولة اختراك اه باتجاه المنطقة انا محصنة يوم بنكليشيفكا رح حقرب لكم اكتر هيدا الموعى كتير محصن عند القوات الروسية هو خط قوي وشرس جدا عم بتجرب بالقوات الاوكرانية تسيطر عليه ولكن ما عم تقدر ابدا سبق وقت لكم اجا اللواء مئة وخمسة وخمسين من اللواء البحرية الروسي واللواء ثلاثمئة واروة وعننا اللواء التاسع وعننا اللواء الرابع وعننا كوات الشانية وعننا كوات من الهانسك الشعبية مع اللواء اتنين وسبعين كلهم متواجدين هؤلاء قطع عسكرية روسية عم بتجرب تحمي كليشيفكا مع الفوج مئة وسبعة وثلاثين محمول جوا ايضا في محاولات اوكرانية متكررة ليلا ونهارا بمدرعات وبجنود لدخول المعبارين بين يعني بين متل ما شايفين هادالاشارات هالمعابر عم بيجربوا يدخلوا هادالمعابر بتجاه اندرييفكا وكرديوميفكا وازانينيفكا الدفاع الروسي عم بيتصدى ويمنع دخول القوات الاوكرانية آآ لها المناطق الدخول لها المناطق عم بيكون عبر اللواء اتنين وستين واربع وشرين وبعض القلوية المنتشة والمنطقة ومتلا شايفين القوات الاوكرانية ولكن ما عم تنجح محاولاتا بجعب بذكركم الدخول ايضا الى هالمناطق هدفه اما يعني فتح ثغرة او الضغط على كليشيفكا لتهجم القوات الاوكرانية من هيدا الجهة ويستولوا على كليشيفكا او الدخول واتجاه باتجاه اوبيتني ولا حكم مجرد موصل على اوبيتني بيكون صاروا جنوب باخ متفورا هيدا بخصوص المنطقة هون بخصوص محوى جنوب دونياتسك وازابوروجي اللي الكل صار منتظروا طبعا مارينكا ما في اي شي جديد ومحاول هون ببيرفوميسكا ودونياتسك ما في اي شي جديد حتى اللحظة خلينا نحكي شوي عن جنوب دونياتسك بعد ما كاريفكا تحت السيطرة الاوكرانية تقصت حسن فممكن نشوف خلال الفترة الجاية القادمة معارك اكتر خلال الساعات والايام القادمة تعرف بما انهم فايض السدن فايض النهر تفع منسوبه وتوحد الارض بسبب الامطار فصار الطيرانوسي يقدر يشتغل بنفس الوقت الارض موحلة عم تجربة تنشف فلذلك تصير مشاتب والمدارعات تدعوا تشتغل اكتر لهك راح نشوف كمعارك طيل جديد على طول هالمحور بجنوب دونياتسك راح نشوف الاوكران هالحجل اللي حجدوه اللي حكيت عنه بالفيديويات كنت عم احكي في فيديو ورا فيديو كيف عم تتغيى التشكيلات العسكرية الاوكرانية بالمنطقة والحشود راح نشوف كيف راح يتم استخدامها بالمعركة البعض عمقال ليش ما بتحكي عن الاوات الروسية احباقي مجرد اما اعرض الخريطة الصامدة بمكانة ما عم تتغير ما عم بيجي اوات اضافية لا احكي عنا اماي الاوكرانية عم تعمل عمليات تبديل اكتر بالاحتياطات بالخلف استعدادا لهجوم جديد رح يكون على عدة موجات فلذلك عم بين الشو القلوية بالمواقع الامامية وعم بين الشو القلوية بالمواقع الخلفية وعم بين الشو اكتر اكتر بالخلفية الخلفية فلذلك بننظر منتظرين شو ممكن يساوي الاوكراني من هجمات طبعا عم بيكون في ضغط باتجاه يوروزين وستارو مايورسك ولكن القوات الروسية عم تتصدى لهذه الهجمات عم تمنع يكون في اي خرق للجبهة بالمنطقة هون طبعا ريفنوبيل هي اكتر شي عم تتعرض للضغط مثلا تلكن صايرة راس حربي بين معاطق هون عم تتكدس كانت القوات الاوكراني بشمالها للدخول الي من جهة الشمال ومن جهة الغرب والشرق ولكن في خط دفاع كتير او المنطقة هون مدعوم بخط انداد من ستايو ماروسك باتجاه ريفنوبيل حاولت ادت مرة تكسر القوات الاوكراني حتى اللحظة يعني حتى الساعة ساونسكي عم بتجربة تحاول تكسر ولكن ما قدرت كل شي قدرت على القوات الاوكرانية ولكن بشكل غير مؤكد هو بمحيط اه اتلال هون بالمنطقة قدرت عم بيقولوا اخدوا يعني اخدوا هيدا الجزء ازا بنقول القوات الاوكرانية ولكن ما في اي معلومات اكتر 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 شي ممكن تكون صارت منطقة رمادية ازا بدنا نسميها اما بخصوص محور زابوروجي بعد المعارك المستمرة عم بيجربوا الطرفان يشنوا هجمات يعني عفوا ضربات بالمدفعية على التجمعات الاخر عم يكون في استخدام لرجمات الصواريخ اه المسيارات ما في اي استخدام حاليا اكبر شي عم بيجارب يحشد الاوكرانية قلت سابقا باتجاه فاسيليفكا وباتجاه اه مع يعني روبوتين كان في شوية مناوشات ازا بدنا نسميها نكون دقيقين بالتعبير اه بهليا بول بالمنطقة هون بعد بسمية بهليا بول باتجاه المنطقة هون عم بيكون في يعني محاولات تقدم ولكن خفيفة ربما هي استطلاع وجست نبض حول ما وصلت اليها وكيف يشوفوا كيف عززوا الروس مؤخرا دفاعاتا بخصوص خيرسون عم تيجي قوات يعني في خبرين بعض عم بيقول تم نقل اربع الوي من خيرسون من نيكولاييف من خيرسون هون ونيكولاييف ميكولاييف هون الى منطقة زابوروجي بنفس الوقت البعض عم بيحكي عن حشودات بمنطقة خيرسون عم بيقولوا النهر عم بيرجع ينشف بالمنطقة فلذلك ممكن العبور والاتجاه يعني ببعض المناطق يعني يصير في معركة يتفعل محور خيرسون اذا تفعل محور خيرسون رح تضطر قوات روسية تحافظ على انتشارها هون متل ما شفنا او توسعوا لمنفس الوقت التي لكم عم ينشف النهر هون هون المي نشفت بين نيكوبول والمنطقة هون حتقرب محطة زابوروجي النووية بين الجدار فلذلك رح يضطر الروس يعزز برا اكتر بالمنطقة هون لحتى يحمي من اي محاولات تسلل اوكرانية ليلا بمناطقه بخصوص الحدود الروسية الشمالية بعض طلب مني احكي اه تعزيز الحدود الشمالية من ثلاث مقاطعات روسية مع ثلاث مقاطعات اوكرانية بيتطلب عدد كبير من الجنود فلذلك رح نشوف ما بعرف اذا هيدي قدرة الروس يحجده اكتر من مئة الف او مئة وعشرين الف الى مئة وخمسين الف كي عم بنحكي انه بزبدوين يحجدوا ما بعرف اذا الوقات الاخمات وواغنر وجيش روسي والاخير يقدرين يحجدوا هيدا الحجد كله ويامنوا الحدود من بلغوراد لكورسك لبريانسك بنفس الوقت انه في ستين الف جندي اوكراني من تشرين بتشيرنيهيف وسومي وخاركيف فلذلك خلنا منتظرين ممكن الروسية عمل عميات محدودة يوسوا حدودهم متلنا سبق واشرحت بمنطقة خاركيف هون ممكن يعملوا مثيلاتها بالمنطقة هون وبمقابل كورسك وبريانسك ولكن خلنا منتظرين كيف تتجه الامور كيف تتحرك القوات اكتر واكتر سبق وحكيت كيف الاوكران بعززوا بالمنطقة هون جابوا المدرعات لهون وجابوا اه مشات سريات مشات لهون اربع سراية طولت عليكن ممكن حكيت بسرعة ولكن بتمنى تدقيوا اكتر بالفيديو بتمنى تعملوا لايك تشاركوا الفيديو لاهميته اللي عم بشوف فيديو مرة ينضم له القناة ولا تنسوا موضوع الدعم ماديا القناة تكتبوا لي بس بالتعليقات رايي كيف ممكن ندعم ماديا القناة وطبعا عنده اي سوري يكتبوا بالتعليقات مشكورين على المحبة على الثقة على الاحترام على الزوق على الاخلاق اللي عم تظهروا بالتعليقات فعلا مشكورين ونشوفكم فيديو تاني وداعا